يعني على ذكر كابت محمد صلاح مثلاً لدور وتدخل ومسشار مرتضى منصور جماهي النادي الزمالك أو الناس كلها مثلاً بتيجي وقت ملوات وقبل كده كنا بنشوف ما بيطلب منه تدخل وبيتدخل وبيجيب بطولات يعجب البعض وما يعجبش البعض ما يتدخلش الناس تقولوا انت بتتدخلش ليه؟ يتدخل يقولوا انت بتتدخل ليه؟ طيب على مدار الست مباراة الأخيرة باستثناء مباراة الإسماعيل في دعم توفر لأي مدير فني أو أي جهاز فني زي اللي توفر من مستشار مرتضى منصور لمستر فريرا ما تلومش بقى على حد لوم على أثر خليك منصف احنا دلوقتي بنتكلم كلنا همنا كلنا ودمنا محروق وكلنا موجعي ليه عشان الزمالك لا يفرق معايا أشخاص ولا يفرق معايا مين ضيع ولا يفرق معايا مين جاب ضرب الجزاء ولا مين استهتر ولا مين رعونا لا احنا كلنا دلوقتي بندفع التمن من أول رئيس النادي بدرجة المشجع لحد أصغر مشجع في نادي الزمالك يبقى لازم وقفة لازم وقفة ولازم كلنا نفوق ومش معنى كلامي إن فيه ما فيش أي تدخلات وما فيش أي أمور بتحصل غير الدعم والمسندة وأنا أكتر واحد بطلع بناشد الدنيا بالدعم والمسندة ويطلع رئيس النادي كل يوم وبعد كل مبارا بيداعم ويسند ويجدد الثقة ويدي صلاحيات بس أشوف مردود بقى نشوف مردود عشان تعبنا عشان الجمهير اللي بتحرق دمها دي ما بقاش أنا الأفضل سكوادا وعندي كل الصفقات الجامدة دي وعندي أفضل لعيبة الموسم اللي فات ده أنت بنص اللعيبة دي كان الأداء وكانت الرجولة الموسم اللي فات يتضرب بها المسل ويتعمل فيها أشعار وتقالف فيها كتب وتتدرس في المناهج زي التانيين التجربة بتاع الموسم اللي فاتت دي لو الناس اللي بتعمل المناهج للتدريس وتدرسها في كتب وتدرسها في الحضانات لا نعمل إحنا كمان بقى وندرس في الجامعات الموسم اللي فات نمار ومتيب ويوسف أسامة فين؟ فين نمار؟ وفين الفرقة وفين الروح؟ وفين الحب وفين الإخلاص اللي بيننا بقى وبين بعض؟ كمسؤول أول عن الإدارة الفنية مع لعبتي أنا مش شايف الحب أنا كنت بشوفش كبالة الموسم الفتة كله مدير فني تاني وقف على الخط كنت بشوفه مدير فني وقف على الخط والفرقة كسبانة وبيزعق وبيشخط وبينطر وبيجد على لعبتي ويوجههم ما بشوفش ده دلوقتي ليه؟ ما بنشوفش ده ليه؟ ليه بجد ما أنا عايز سبب؟ أنا عايز أعرف فين السبب عايز أعرف فين السبب اللي يخليكو كده عشان نقدر نقول إن إنتم مثلا عندوك سبب ما عندوكوش حاجة مش ما يسكو حاجة صفقة أو اتنين وخلاص لا بدل الصفقة 11 والتجديد اللي يزيده ده ليزيزه صفقة تانية بال11 كلهم فين إمام عشور بتاع النسخة اللي فاتت؟ وفين زيزه بتاع الموسم اللي فات؟ فين يا رجالة؟ فين ألعبت نادي الزمالك؟ فين الفكر وفين التغييرات وفين الكاتشانة على الخط إن أنا أعمل تغييره بعد ما علي جبر ده يضطرد ده أنا أعمل تغييره واحد أركب بها المباراة وخلي برمز ده كله جوه الثمانتاشر بتاعه النهار ده أنا ما بعملش هجمة ما بروحش بفرصة وعايزين كرة ماتيب اللي في الوقت القاتل دي تخش لا بتخش مع اللي بيجتهد وبيخلص وبيعمل وبيشتغل وبيرضي الله وفي حالة حب مسيطرة علينا كلنا نرجح حالة الحب اللي كانت مسيطرة على الكل نرجح مصلحة الزمالك فوق الكل لا ده يعمل شلة ولا ده يعمل شلة ولا مدرب عنده تنين لعبة وبعد كده الكل في ناحية ودول في ناحية لا ما ينفعش ما ينفعش إحنا عندنا مباراة ما بش هتقبل بقى الاسم على واحد مش على اتنين انت داخل المباراة اللي جاية في الدوري وكل مباراة الدوري بعد كده انت صعبتها على نفسك كمدير فني تصعبت الأمور على نفسك خلاص ما قدامكش حل عندك بطلطين هتكسبهم يا شكرا جمهور نادي الزمالك اللي بيطلع السماء هو هو اللي بينزل سبع أرض تاني جمهور نادي الزمالك اللي ممكن يطلعك السماء أو طلعك السماء أو عمل ده كله ينزلك سبع أرض لأنه ما عندوش حد أغلى من الزمالك الزمالك بقى الاسم القيمة والكيان وما كناش هنواجه نفسنا بالأمور دي لا هنفضل محلك سر مش هنتحرك فلازم كلنا انا مش متكلم مثلا او منفعل مثلا عشان كلنا خسرنا مش فريرا اللي خسر ولا اللي عيبة اللي خسرت ولا زيزو اللي خسر ولا الشكبالة اللي ضيع كل الزمالكوية خسره خسرنا بطولة هي الأقرب وهي الأفضل وهي الأصعب لي نحن لإن معمولانا القرعة بالطريق الصعب ده عشان تبعد عن التاني عشان يبعد برامد عن المنافس التاني عشان خاطر يسهله الطريق عشان خاطر ماتش السوبر من الآخر وهو كان لازم يطلع بحاجة برضو من الموسيوم وأصلاً وقال لواحد ده ناس أصلاً حدنا له بقاني كاس كاس القديم ولا كاس الجديد ولا 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 بس دي معمولة لك كده وأنا قلت مبارح خد حقك بدراعك خد حقك بتعبك وعرقك وشقك في الملعب محاجش هيساعدك ما عندي ناش احتواء زي غيرنا فالعب بقى برجولة العب برجولة وقاتل على حلمك حقك المشروع وربنا اديه لك في أول خمس دقايق ويضطرد لك لعب بتلعب عشرة لا النهاردة برامل زي كان اتناشر وإحنا كنا سبعة تمانية والسبعة تمانية وقفين تيهين ولعبها بتستهتر ولعبها وقفة مش في مراكزها أو مش في مراكزها في وقت ملاوقات في وقت ملاوقات اللعب بييجي في وقت ملاوقات دي بياخد القرار من نفسه وبيغير البوزيشن بتاعه من نفسه وبيلعب من نفسه عشان الجرنتة وعشان الروح وعشان خاضر اسم نادي الزمالك ويخش يكسب أي مباراة ما كمانا النهاردة انا شايف باتشيكو نهاردة اكسم بلاك الناس ينزل لعب في أرض الملعب مدرب كبير جدا النهاردة انه يعمل ماتش زي ده على نادي الزمالك في الظروف دي لا مدرب كبير انه يدرب له تعظيم سلام وانا بقول لحضراتكو تاني لو نفس الظروف دي اتعرض لها نادي الزمالك وخسر في المباراة ما خسرش دربات ترجيح من نقطة الجزاء اكسم بلاكو تطلع تسقفتل ومشاكرتهم على الأداء وعلى الروح وعلى النتيجة وعلى كل حاجة مفيش كده مفيش كده حد يجيب عبدالله سعيد في التوقيت ده عشان خاطر يرجع في رقيته 11 لعب تاني من غير ما يعمل اي حاجة وانا بغير مركز بمركز كاسبان والفريق الاقصادي بيراميدز في نصف نهائي كاسب مصر بغير مركز بمركز ليه انا فين فكري انا مش حافها مكتر منك في الكورة بس ليه عين وليه عقل ربنا ما يزني بيهم ان انا شايف الوضع كده انا سلبي طول تسعين دقيقة طول المية وعشرين دقيقة انا ما عنديش تغييرة عملت فارق باستثناء عب شافي على بعض الفترات تم عب شافي جاهزة وزي الفل تم ما بدأش في مركزه ليه وكنت استفدت بالمسلوس الناحية التانية ليه عشان ايه عشان اخسر تغييرة طب ما هو ده هو ده هتدخل هو ده مثلا انا بقى انا دلوقتي بقول حاجة مثلا ما فيش مثلا عشرين تلاتين اربعين خمسين مليون زمالكو بيقولوها معايا نفس الكلام اكسم بالله الناس انتقادتنا انا مبرح على نغمة التفائل اللي كت عندي وعمل اقول لا احنا العب رجالة وجهاز فني هيصحى ومدير فني هيركز وهنرجع وهنرجع الناس انتقالت جايب السقة دي منين جايبها من شعار نادي الزمالك وجايبها من البراند اللي اسمه نادي الزمالك وجايبها من رئيس نادي بيدعم وجايبها من جماهير بتقف وبتساند بس بقى فيه ليفل كده وفيه لمت معين من بعده هنقف ونقوله ستوب ناكم كدعم ومساندة والله العزون كلنا في ظهركو ولما بنقول الكلام ده احنا بنعبر عن الملايين بنعبر عن ملايين زعلانة مهو ما تخيل مش هتتخيل ان انا هطلع بعد ما تش زي ده وانا بطلع من بطولة هي المحبابة وهي الاقرب ليا كنادي الزمالك وهطلع اقول له حضرتك والله يقتر خيلك يلا بقى شد حيلك وكتمام التمام وقدر الله ما شاء فعل ونشوف اللي بعده هيبقى اللي بعده اسخم وادل ايوة هيبقى اوحش من اللي جاي هيبقى اوحش من اللي فات لو ما فقناش ورجعنا بسرعة وبسرعة جدا وما قدمكش حلغ ان انت هترجع بسرعة وترجع من يوم السبت قد تكون الفرصة الاخيرة بقى لأي حد يوم السبت لازم لازم نتحرك لازم تشتغل على نفسك لازم تكسب لازم تكسب عشان تحسسني بالامل عشان ترجعلي ثقة فيك انا عايز اصك تاني في مديري الفني وعايز اصك في الجهاز المعامل وعايز اصك في لعبتي وعايز اصك في كل حد بينزل اتا 11 لعب بينزله لابسين تشيرت نادي الزمالك عايز ابقى عندي ثقة وانا قاعد حرام حرام حزن الملايين ده وزعل الملايين على حاجة سهلة جدا 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 انت لما اخسرت كسل وسيل بضربات الترجيح من نقطة الجهازات اكسم بالله كلنا حيناك وشجعناك عملت اللي عليك وانتو بتلعبوا قدام منتخب العالم انت بتلعب مباراة عملت اللي عليك قدت اللي عليك لعبت برجولة ولعبت بشرف وقدرت ان انت تجاري فريق من اعظم الفرق في المنطقة كلها في اسيا وفي افريقيا وبتوصل معايا لضربات الترجيح والحاكم بيعيد درب الجزاء وعواد صدها عشان كده انت بتخسر بمنطقة الشرف والاحترام اخسر بشرف واخسر برجولة واقسم بالله من اكبر راس في النادي لأصغر واحد في المدرج لا يشجعك ويقولك شابو ليك لكن ما اخسرش برعونة ما اخسرش باللي بيحصل ده لأ مش ده نادي الزمالك لازم كل يوقف مع نفسه ولأ وقفوا قدام المراية وشوفوا نفسوكو وشوفوا النهاردة دود فعل السوشيال ميديا وجميع نادي الزمالك بتقول ايه بتقول قدي لانا بقوله ده عشرين مرة اللي كانوا بيهتفوا لقل فريرا من اسبوع النهاردة بيتكلم لأ اللي كان بيدعم النهاردة بيقولك لو مش هتبقى اغلى عندي ابن الزمالك ده كلام الناس مش كلامي ده كلام الناس مش كلامي ومع ذلك تاني اهو تاني والنهاردة تاني هندعم وفي ظهرك ومسندين ليكو لكن لما اقولك فرحني ده حق عليك ان انت تفرحني لما اقولك يلعب برجولة ده حق عليك ان اقولك يلعب برجولة وده اصلا فرض عليك فرض عين عليك على كل لعب على كل مدرب على كل واحد في الجهاز الفني واحد بقيمة كابتن اسماعيل يوسف لازم ياخد حرية ولازم ياخد اكشن وهو وقف على الخط انا النهاردة عايز اشوفه مثلا مستر فريرا وشايفه قاعد ماشي طلع كابتن اسماعيل يوقف طلع صودة يوقف طلع الناس تتكلم زي ما كابتن اسما راح تتكلم في كرة كرة تلعبت جات جون الجون اللي احنا جبناه فماتش بغض نظر عنا فيكتو ومع ذلك قلنا تمام ناك مش هتمشي كده وما فيش واحد بدماغه هو الواحده هيبقى بيفهم اكتر من كل الملايين دي وما فيش حد ما بيشورش وما بياخدش مشورة حد هينجح بالعكس انا قبل ما اطلع الهوم انا لازم اقعد مع استاذ كريم حمدي اقعد مع استاذ محمد كاري اقعد مع فريل اعداد ونقعد نتكلم ونتناقش وناخد رأيه بعض لازم اتكلم كابتن طاري لازم اتكلم مع كابتن جمال بنتكلم في كل الامور تخصنا اتكلم كابتن طاري يحي اتكلم كابتن خالد غندور اتكلم كلنا بني ادمين وكلنا بشر كلنا مشاجعين نادي الزمالك وعايزين نادي الزمالك في السماء وانت طلعتني السماء في مطش الاسماعيلي طلعتني السماء اداء ونتيجة ورجولة وروح ايه اللي حصل بقى من بعد مطش الاسماعيلي ايه اللي حصل عايزين نفهم ايه اللي حصل اللي حصل عشان لعيبها تستهطر بمشاعر الملايين وتروح تعمل حاجات خيبة وحاجات أصلا لما بتتعمل ما بتتقلش وما بتتعلنش كده وفي توقتات معينة انت قلت له يعمل فرح يا عم في أي وقت وانت فرحان وانت كسبان يا عم رأس عشر بلدي لكن وانت عندك ظروف تسمح لك بالرأس عشر بلدي وهنسقف لك وهنشجعك وهنهيس معك وهنشير لك الانستة بتاعتك لكن فيه أمور كده مش طبعية فيه أمور بين اللعيبة بقى وبين المدير الفني بين مدير الفني وبين بعض اللعبين بين اللعيبة بقى وبين بعض اللعبين الجدد لأنه النهاردة شايف حاجات يعني ما بنساعدش اللعيبة فيه لعيبة بتساعدش لعيبة مفيش حالة الحب وحالة الفرحة اللي كنا بنجري على بعض امام عشورة على زيزو على شيكة على وانتش مفيش الحالة دي مش موجودة ليه راحت فين ومين اللي عامل ده والأسئلة دي المستر فريرا نفسه جواب لي عليها وجاوب لي عليها على أرض الملعب المطشي الجاي قدام نادي الأهلي ومش هقبل غير الفوز ومحدش هيقبل غير الفوز عشان ده نادي الزمالك وعشان ده اسم وشعار وبراند نادي الزمالك وتاني تاني عشان برضو اللي ماسمعش يسمع الجماهير اللي بتطلع سبع سماء هي هي اللي بتنزل سبع أرض فمش معقولة بقى ان انا هتغر ان انا هتعجرف ان انا هاخد في نفسي قلم ان انا وصلتي لللي ما وصلتلوش ان انا عملت الطبيعي ان نادي الزمالك ياخد دوري وكاس كل سنة ده مش حق ده وليه احنا اصلا حسنا ان ده من حاجة مثلا مكتسبة حاجة مش حقنا لأ بالعكس نادي الزمالك باطل لما يخش خمس بطولات لما ياخد اربعي بأخفق لاني قبل كده نادي الزمالك دخل في موسم خد خمس وست وسبع بطولات هو نادي الزمالك ليه لأكثر تتويجا وهو بطل القرن حقيقي ليه ما بالبطولات اللي اخدها كون ان انا ما عنديش منافسة شريفة وعندي حد بيسلبني حقي وبيسرق مني بطولاتي وبياخدها بطرق غير شرعية ده مش معناه ان انا مش نادي بطولات انا نادي بطولات رغم انف الجميع وغزبا عن الكل وتاريخ نادي الزمالك المشرف ده يشهد بدا واسترجعوا كده للذكرات اللي قدامكم ناكم اخطف وجري اللي بيعملها المنافس والمجملات والاحتواء والده كله ايه وعيحسسني ان انا لم ااخد دوري مرتين ان انا كده عملت الانجاز لا الانجاز ان النادي الزمالك كل سنة يقف على ملصة التتويج هتجيلك منين فرصة تاني رئيس نادي تاريخي زي مرتضى منصور هتجيلك منين فرصة ان انت بتجيب صفقات كل موسم هتجيلك منين فرصة ان انت الدعم والملحمة اللي الجماهير بتعملها وعندك اعلامك وعندك قناتك وعندك دعم ومسندق لا محدودة عقود ومكافآت وملايين اقسم بالله من اكبر الاندي عقود في مصر لعبة نادي الزمالك ناقصك ايه مش ناقصك حاجة ناقص بس شوية تركيز وشوية رجولة وشوية حب شوية حب وان النجم هو الفريق وان المدير الفني مجحنن على كل لعبته واخدهم كلهم تحت بطاطو كده واخدين كلنا على قلب رجل واحد كده وانفوت في الصخر وانفوت في الحديد هو ده اللي ناقصنا مش ناقصنا حاجة تانية مستحقات على افضل ما يكون وكل مستحقاتكم معاكم مقدمات عقود اتحدى بما فيهم النادي الاهلي اتحدى ان كل اللعيبة خدت كل مستحقاتها او مقدمات عقودها زي نادي الزمالك اتحدى ولو في اي نادي او اي مسؤول اي نادي في التمنتاشر نادي في مصر بيسمعني يطلع يتكلم ده الراجل كان بيحارب ليه النهار عشان يوفر عقود اللعيبة ومقدمات العقود والجداد قبل القدام والقدام قبل الجداد حتى اللي مشيوا حتى الناس اللي مشيت مكافأتها ومستحقاتها المتأخير اخدوها الناس اللي ماكملتش معنا الموسم واتشقروا وكل الناس خدت حققها تلت ومتلت فين؟ ما عنديش لعب بيقول انا عندي مثلا زي سافيو ده النهارده اللي بيهدد ان هو له مستحقات ولو ما خدش فلوسه ما تصرفلش الكلام ده كله انا ما عنديش ده ليه عشان ايه؟ نقصك ايه؟ مش نقصك حاجة وملكش حجة ويوم السبت هو يوم الامتحان يكرم المرء او يهان